حكاية حكاية الشهيد جمال مستمرة وحكاية الأوطان العربية مستمرة وحكاية آآ الإنسان الذي يدوب عشقاً في الأوطان والأوطان التي تدوب عشقاً في مستبديها وتمنحهم كل التسهيلات لكي يقتلوا وا 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 والأفق هذه خصة مؤلمة الحقيقة النهاردة قبل ما نتكلم في موضوعنا ومعندنا موضوعين موضوع عن مصر أو الأشياء اللي بتحصل في مصر ونكمل حكاية الشهيد جمال خشقش فيه ثلاث نقاط بتستلفت النظر وإحنا بنتكلم في قضية خشقش أول شيء يلفت النظر أن الذي يدير القضية هم الأمريكان جمال خشقش مواطن سعودي رفيع المستوى يعني كان علاقاته عالية جدا قتل في داخل السفارة التركية الذي يدير الملف سياسياً الآن ليس وزارة الخارجية السعودية ولا الديوان الملكي السعودي ولا مجلس التعاون الخليجي ولا محمد بن زايد اللي كان بينطلنا كل حاجة كده ولا عبدالله بن زايد ولا بتاع البحرين ولا أي حد خالص ملف كبير بتديره أمريكا أمريكا بتدير الملف بجناحين جناح اسمه ترامب والبيت الأبيض والسلطة وجناح اسمه الكونجرس البيت الأبيض حساباته كالتالي وقعت جريمة شاهدها علم بها ربما وقلت ذلك قبل كده وربما سامح بها لأنه كان عنده معلومات بأنه الجماعة بيطردوا بها جورجي فأصبح الوضع الآن أنه فوت له بريزيا محلمي خلاص نحدي خلي بالك من الكلام ده وقت فالبيت الأبيض يصر على إنقاذ لا مش إنقاذ حماية السعودية مش حماية حماية النظام الحاكم في السعودية طبعا السعودية دولة كبيرة مفيش كلام دولة كبيرة ومهمة في المنطقة تحب تقرأ بس يا دولة كبيرة النظام في السعودية وقلت لك هنا في هذا الكلام وكتبته تاني يوم الحصار على قطر ستخسر ستخسر السعودية كتير النظام الحاكم هيخسرها كتير لأنه نظام بن خسين بلطقي يعني يريد غشيم عارف واحد غشيم عاوز يعمل كل حاجة وأنا عامل اللي عاوز أعمله وهستطيع إن أنا أجل بواحد زي ترطور زي بتاع اللي بحكم مصر وترطور زي بتاع البحرين وترطور زي بتاع أجلبهم وأجيب ناس من هنا ومن هنا وأقول لهم أيوة حصروا إيه حصروا قطر ملحوظة الأولى أمريكا هي التي تديني الملف أمريكا ترامب بنفسه لدرجة أن عضو كونجلس أمريكي أعلن أو صرح أو قال أن ترامب موظف علاقات عامة عند السعوديين عند السلطة في السعوديين ويجب ده اللي اضطر ترامب أن يقول أنا معنديش مصالح مالية مع الجماعة بتوع السعوديين لأنه المسألة تتجاوز فكرة أنه رئيس للبيت الأبيض لا لا المسألة أنه هو ممكن يكون بيتعامل معاها بمنطق مصالح أخرى قادمة لدعمه في الانتخابات القادمة طبعا أنا قعد تكون مفكر أن أنا بقول لك أي كلام لا ده كلام حقيقي لقد ثابت دعم السعودية النظام السعودي حتى لنتانياهو في الانتخابات الصهيونية وهذا الكلام عرضت على حضرتك هنا هو على الشاشة وقلت لك أنه بعتوا النتانياهو فلوس ودعموا ترامب قبل كده ودعموا في فرنسا فالمال السعودي بيتدخل في مواقف كثيرة مقابل شراء أصوات ونفوذ حكام هذه الدول وبالتالي أنت عندك دولة بيطلع لها كل يوم عشر مليون برميل نفط في ثمانين بثمانمائة آمليون دولار يوميا على غيار الريء يعني حوالي تلتمية وشوية مليار دولار لا تصل كلفة البرميل دولار اثنين انت حدك عارف طبعا أنه عشان ما طوهش المسائل فيه نوعين من النفط نفط سهل سموه ايزي اويل وهارد اويل اللي هو في الصخور وبين النفط السهل ده زي ما قلت تشوف شفاتها كده تشوف لما بتشوف شفاتها كده بتوصل لك في ثواني هو ده هنمنى واحد الملاحظة الاولى ان ترامب يودي ان امريكا تدير الملف عبر ايه رئيس البيت الابيض رئيس ترامب عبر المستشار الامن القاومي بولتون وهو يميني متطرف يود لو يصحى الصبح ما تلاقيش حاجة اسمها اسلام وعبر بومبيو اللي هو وزير الخارجية رئيس جهاز المخابرات سي اي اي السابق وعبر جارت كوشنر المستشار او الموظف البيت الابيض الذي رفعت عنه كارت دخول المعلومات السرية لانه غير امين جارت كوشنر جزبينت جزب من حاجة ايفانكا عارفينها كلنا المخرب لها تيجيب لك صورة ايفانكا يزيب العالم دي كلها ونجيب ايفانكا الاربعه دول بيديروا الملف يبقى ان امنا واحد في الدروس ان السعودية لا تستطيع حتى ادارة ملف ازمتها سلملي على الاستقلالية وان احنا دولة وشعب عظيم مهلا وبلا كل ده اونط ده بالدليل العملي تماما كما استعانى عبدالفتاح السيسي يوما ما بالسفارة الصهيونية وبنتنياهو لكي ينقذوا ويقدموا للعالم ليس على انه جنرال انقلب على الرئيس بل مجدد للدين وهذا ما صرح به صديق امير المؤمنين الشيخ مولانا توفيق عكاشة ذات يوم ونفوه في الارض قالك ده وهذا لسان طويل مجشو يبقى الملحوظة الاولى اللي حضرتك ما تفوتكش ابدا ان ملف ازمات ازمة كبيرة مثل هذه يقع في يد الدولة الحالبة للسعودية الملحوظة التانية في هذا الاطار ايضا ان ادارة ترامب للملف هي ادارة مصلحية في المقام الاول لا يبحث لانه يعرف لا يبحث ترامب عن الفاعل لانه يعرفه بل يبحث له عن مخرج لذلك قرر ان يغرد الليلة قبل الهواء بانه انا كلمت وليه العهد في السعودية وقال لي انه المصحف الشريف ما يعرف حاجة عن الموضوع والله العظيم وسيد وراس جمان خشغجي ان انا ما عندي معلومات عن الموضوع يا ترامب انت راجل مؤمن وعارف وقال لي انه يفتح تحقيق شامل وواسع وشفاف شين شين واو شو او شوش فاعطى ترامب القط مفتاح الكراش قال لي الله يا عام انت القاتل وانا شايف وعارف ومعترض الرسائل بس ان شاء الله انت هتقضي بالعدل في موت من قتلته اي عالم ان نحن فيه لا تسني لان حالتك اكيد لا تسني اكيد الاجابة واضحة مش محتاج ان انا هحكيه لك الحكايات دي كلها يعني ان ما دفعته ما دفعه اهل سعود لترامب على مدار السنين جاء وقت رد الجميل من ترامب من اهل سعود وخصوصا محمد بن سلمان على النحو المخزي الذي رأيته وذلك قلت حالك مبالح انه المانيا وفرنسا وبريطانيا ادركوا دور ترامب في الدفاع ومحاولة تبرئة واخراج محمد بن سلمان زي الشعر من العجينة بس بالانجليزي يعني فطلعوا بيان ان احنا عاوزين نعرف الحقيقة كاملة والحقيقة الكاملة انه طبعا انا اوريك الاول التغريدة دي وبعدين اقولك على الحقيقة الكاملة اللي الناس مقدرونش اتجاهله اهو ترامب بيقولك انا اتكلمت دلوقتي لتقوى مع الكراون برينس وقال لي والله هي وبعدين who totally denied any knowledge يعيني يا الله عندوش اي معلومة of what took place in their Turkish consulate الله ما عندوش اي معلومة بالمطلق اه ده كان قاعد مع مين مع بومبيو وقال له والله العظيم يا سيد ترامب وحق من ولاك وحق من اعادك في البيت الابيض اني انتصف نظري يا رب ابو يموت الصبح وابقى ملك والمصعف وقاعد يحكي له بقى قال له مصعف ده انا معاش عمل مدود خالص 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 مصعف